الأزمة مرحلة من الضيق أو الاختناق سببها إما أن النص لا يتسق مع الواقع أو سببها أننا لسبب أو لآخر لم نطبق النص بشكل جيد الآن عدم اتساق النص مع الواقع يفترض أن يقود إلى تعديل النص أما عدم تطبيق النص فهنا يفتح باب للسؤال لماذا عدم تطبيق النص هل لأن القوى السياسية لا ترغب في تطبيقه أو أن هناك اختلال في التوازنات الفعلية يجعل من يعتقد بأنه يملك قوة أكثر لا يجد مقابل ترجمة حقيقية لموازين القوة كل هذه أسباب احتمالية للأزمة وأن كنا في كثير من الأحيان نميل إلى الخلط بين الأزمة السياسية والأزمة الدستورية الأزمة الدستورية تكون في أوضح صورها عندما نكون أمام إشكالية مرتبطة بتطبيق نص الدستور هل إذا قلنا مثلا المسألة اللي حصلت بمجلس فبراير 2012 هذه أزمة سياسية ولا أزمة دستورية بالدرجة الأولى هي أزمة سياسية الآن هذه الأزمة لها نعكاسات أن وفق هذا الواقع تم تعديل في قواعد اللعبة بطريقة لا تتسق مع منطق أو مع واقع الحال من هال منظر ندخل في الأزمة الدستورية وإن كان الدستور نفسه أوجد آلية للتعامل أنا دائما أقول عندما توجد الآلية للتعامل تخف فكرة الأزمة لأن هناك وسيلة لحل التوتر ترجمة نانسي قنقر